السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم عزائي الله بالصفة الثامن ونبدأ معا بإذن الله في دروس مراجعة اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول وعنوان وحدتنا لهذا اليوم طبيعة المادة ومكوناتها أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يذكر أن الذرة هي أصغر جسيم لعنصر ما ثانيا يقارن بين النماذج الذرية لعلماء وتطورها عبر الزمن ثالثا يصف التركيب البنائي للذرة رابعا يمثل العناصر الكيميائية باستخدام رموز كيميائية خامسا يصف كيف أن العناصر الكيميائية تتحد معا لتكوين مركبات سادسا يعرف الجزيء لنتذكر معا ما تعلمناه سابقا الذرة أصغر جزيء في المادة لدينا ذرات العنصر التي أمامك فإذا أردت تقسيمها يمكن تقسيمها إلى أن تصل إلى ذرة واحدة فقط والتي لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر منها إذن تعلمت أن الذرة هي أصغر جزء في العنصر ولا يمكن تجزئتها بسهولة أسئلة التقويم أرجع عزيز الطالب إلى الكتاب صفحة 46 السؤال الأول يمثل الشكل الآتي كتلة من البورون الذي يعد عنصرا سوف يحاول الطلاب تقسيم كتلة البورون هذه إلى نصفين متساويين ثم يستمرون في عملية تقسيم أحد النصفين إلى نصفين متساويين مرة أخرى وهكذا والسؤال أي من العبارات الآتية صحيحة؟ A. نظريا سيكون الطلاب قادرين على الاستمرار في عملية تقسيم كتلة البورون إلى ما لا نهاية B. نظريا سينتهي به بالمطاف إلى الحصول على مركب C. نظريا سينتهي بهم المطاف إلى الحصول على بروتون D. نظريا سينتهي بهم المطاف إلى الحصول على ذرة C. والإجابة الصحيحة هي C. نعم أحسنتم C. سينتهي بهم المطاف إلى الحصول على ذرة C. السؤال الثالث C. ارجع إلى الكتاب صفحة 11 C. ولد الفيلسوف اليوناني أرسطو عام 384 قبل الميلاد C. بنا فكرته على أن المواد جميعها تتكون من أربعة عناصر C. هي التراب والهواء والنار والماء C. وقد تجادل العلماء فيما بعد حول الفكرة الآتية C. إذا قمت بتكسير حجر مرات كثيرة C. فلن ينتهي به المطاف إلى أي شيء يشبه التراب أو الهواء C. أو النار أو الماء C. لذلك اقترحوا أن المادة مكونة من جسيمات صغيرة C. لا يمكن تجزئتها إلى ما هو أصغر منها C. والسؤال C. هل كان العلماء عام 384 قبل الميلاد قادرين على تكسير صخرة إلى نصفين C. بشكل متكرر وينتهي الأمر بحصولهم على جسيم واحد C. اشرح إجابتك C. نعم أحسنتم C. لم يكن بمقدور العلماء عام 384 قبل الميلاد أن يقطعوا صخرة إلى نصفين بشكل متكرر C. وينتهي بهم الأمر بذرة واحدة C. لأن ذرات صغيرة للغاية C. ولا يمكن رؤيتها باستخدام مجهر ضوئي C. السؤال B. يتكون فلز النحاس من التراب بحسب أفكار العالم أريستو C. اشرح السبب C. أحسنت C. يتكون فلز النحاس في الأرض لأنه موجود في الصخور C. ننتقل إلى السؤال C. قمت سابقا بتصميم نموذج لذرات فلز الألمنيوم C. كيف يدعم نموذجك العلماء الذين اقترحوا أن المادة مصنوعة من جزيئات صغيرة لا يمكن تجزئتها C. والإجابة هي C. نعم أحسنتم C. تمثل الكرات في النموذج الجسيمات C. يوضح النموذج الفكرة الآتية C. إذا كان بإمكانك على الدوام تجزئة مادة صلبة C. فسوف ينتهي بك الأمر إلى جسيم واحد C. لا يمكن تجزئته بسهولة C. تطور النماذج الذرية C. تطورت أفكار العلماء عن تركيب الذرة مع مرور الزمن C. نبدأ بالعالم دالتون C. والذي افترض أن الذرة عبارة عن جسيمات صغيرة صلبة مصمتة C. ولا تحتوي على شحنات C. ثم جاء بعده العالم تومسون C. والذي اكتشف وجود الإلكترونات الصالبة داخل الذرة C. وجاء بعده العالم رادرفورد C. ليضع نظريته حول الذرة وهي وجود نواء للذرة C. تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة C. ونيوترونات متعادلة الشحنة C. وإلكترونات تدور حول النواء C. ثم جاء بعدهم العالم بور C. واكتشف أن الإلكترونات مرتبة في أغلفة أو مستويات للطاقة C. ويعد نموذج العالم بور أساس النموذج المتبع في الوقت الحالي C. لنجيب على سئلة التقويم C. ارجع إلى الكتاب صفحة 47 C. السؤال الثاني C. يمثل الشكل المجاور نموذج جوزيف طومسون لذرة ما C. المطلوب منك A. ضع نوانا للشكل C. وحدد أسماء الجسيمات السالبة والجسيمات الموجبة C. واكتبها على الشكل C. أحسنت C. النموذج يمثل نموذج ذرة طومسون C. والجسيمات السالبة هي C. الإلكترونات C. الجسيمات الموجبة هي C. البروتونات C. أكتب جملة تصف هذا النموذج C. أحسنتم جميعا C. فإن العالم طومسون وصف الذرة على أنها كرة مصمتة موجبة الشحنة تحتوي على الإلكترونات سالبة الشحنة داخلها السؤال الثاني أي من العبارات الآتية تعد الوصف الصحيح لنموذج ذرة للذرة؟ A. الذرات كرات مفرغة تحتوي على إلكترونات B. تمتلك الذرات بروتونات وإلكترونات فقط C. الذرات مجسمات كروية صلبة D. تمتلك الذرات نواة مركزية والإجابة الصحيحة هي نعم أحسنتم الذرات مجسمات كروية صلبة تعلمت عزيز الطالب أن الذرة تتكون من جزئين رئيسيين هما النواة والإلكترونات التي تدور حولها وتكون شحنة النواة موجبة ويكون داخل النواة جسيمين هما البروتونات والنيوترونات ولهما نفس الكتلة أي واحد كتل ذرية وتكون شحنة البروتونات موجبة وشحنة النيوترونات متعادلة أما الإلكترونات شحنتها سالبة وتدور حول النواة وكتلتها صغيرة جدا تعادل واحد على 1840 من كتلة البروتون وهذا ما يمثل النموذج الذر الحديث لنجيب على أسئلة التقويم أي من مكونات الذرة متعادل الشحنة؟ A. الإلكترون B. البروتون C. النيوترون D. النواة والإجابة الصحيحة هي نعم حسنتم النيوترون السؤال التالي أي من مكونات الذرة كتلته أصغر؟ هل هو البروتون أم الالكترون أم النيوترون أم النواة؟ والإجابة هي نعم حسنتم الالكترون نتابع معا في أسئلة التقويم أي من مكونات الذرة يمتلك أكبر كتلة؟ A. البروتون B. الالكترون C. النيوترون D. النواة والإجابة هي نعم أحسنتم النواة السؤال التالي الذرة متعادلة كهربائيا فسر ذلك أحسنتم جميعا لأن عدد البروتونات الموجبة داخل النواة يساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة العدد الذري يعرف العدد الذري بأنه عدد البروتونات في نواة الذرة والذرة المتعادلة كهربائيا يكون عدد البروتونات الموجبة فيها يساوي عدد الإلكترونات السالبة لاحظ ذرات العناصر التالية واستخرج عددها الذرية نلاحظ في الصورة الأولى أن الكربون عدده الذري يساوي 6 لأن عدد البروتونات داخل النواة هو 6 والذرة الأخرى هي ذرة النيتروجين والعدد الذري لها 7 رموز العناصر الكيميائية كيف نكتب الرمز الكيميائي لعنصر ما؟ تعلمت فيما سبق أن الرمز الكيميائي مكون من حرف أو حرفين من اللغة الإنجليزية أو اللاتينية ويكتب الحرف الأول حرف كبير أي كابيتل والحرف الثاني يكون حرف صغير مثال عنصر الـ HE أو الهيليوم رمز عنصر الهيليوم يتألف من الحرف الأول كبير والحرف الثاني صغير مثال آخر عنصر الهيدروجين رمز عنصر الهيدروجين يتكون من حرف واحد فقط المثال الثالث سي يو رمز عنصر النحاس ويتألف من حرفين الأول كبير والحرف الثاني صغير لدي سؤال لك ما السبب في كتابة رمز عنصر الهيليوم من حرفين HE وليس الحرف الأول فقط؟ نعم أحسنت ذلك لتمييز الاسم عن عنصر الهيدروجين العناصر المركبات تعلمت فيما سبق أن المادة إما أن تكون عنصر ويكون العنصر مكون من نوع واحد من الذرات المتماثلة التي ترتبط ببعضها البعض بروابط كيميائية ومثال عليها الأكسجين والمغنيسيوم لاحظ الذرات المتماثلة في العنصرين وإما أن تكون المادة مركبا ويتكون المركب من اتحاد كيميائي بين ذرات عنصرين مختلفين أو أكثر ومثالا على المركب أكسيد المغنيسيوم لاحظ أن ذرات أكسيد المغنيسيوم مختلفة لنتذكر معا ما تعلمناه عن الجزي الجزي وحدة بناء المادة النقية وهو الجزء الأصغر للمركبات والعناصر لاحظ جزي الأكسجين وهو جزي عنصر ولاحظ في الصورة الثانية جزي غاز الميثان وهو جزي مركب إذن تعلمت أن الجزي إما أن يكون جزي عنصر أو جزي مركب وجزي العنصر يتكون من نوع واحد من الذرات ومثالا عليه جزي الأكسجين وجزي النيتروجين أما جزي المركب فيتكون من نوعين أو أكثر من الذرات ومثالا عليه جزي ثانيكسج الكربون CO2 وجزي الأمونيا NH3 لنجيب على الأسئلة التالية أين مما يلي يعد جزي عنصر؟ A-CO2 B-N2 C-HCL D-CH4 نعم أحسنتم الإجابة الصحيحة هي B-N2 ولدينا سؤال آخر أين مما يلي يعد مركبا؟ A-الحديد B-الكربون C-الماء D-الأكسجين نعم أحسنتم الإجابة هي C-الماء هيا بنا معا لنجيب على السؤال رقم ثلاثة ارجع إلى الكتاب صفحة 32 أي النماذج الآتية يمثل جزيئات لعنصر؟ وأي منها يمثل جزيئات لمركب؟ أحسنتم الجزيء A جزي عنصر الجزيء B جزيء مركب والجزيء C يعتبر جزيء مركب D جزيء عنصر وأي جزيء مركب أحسنتم جميعا لدينا السؤال التالي من المكونات الرئيسية للغاز الطبيعي غاز الميثان ويرمز له بالصيغة CH4 حدد أسماء ورموز العناصر وأعداد ذرات العناصر المكونة له نعم أحسنتم فإن العناصر المكونة للميثان هي الكربون والهايدروجين وتعلمت فيما سبق أن الرمز الكيميائي للكربون هو C والهايدروجين H وعدد الذرات للكربون في جزيء الميثان هو ذرة واحدة وعدد ذرات الهايدروجين في جزيء الميثان هو أربعة ذرات ليتذكر معا ما تعلمناه عن تركيب الماء أجرينا فيما سبق تجربة تحليل جزيء الماء باستخدام جهاز بولتميتر هوفمن والذي قام بتفكيك جزيء الماء إلى هايدروجين وأكسجين أي عناصره الأساسية تتكون جزيئات الماء من أي مصدر على نفس نوع وعدد الذرات تحتوي جزيئات الماء على ذرات هايدروجين وأكسجين بنسبة ذرتين هايدروجين إلى ذرة أكسجين أي واحد إلى أثنين حجم غاز الهايدروجين ضعف حجم غاز الأكسجين نستنتج مما سبق أن للمادة الواحدة نسب عناصر ثابتة لا تتغير أينما وجدت السؤال الثاني يمتلك غاز الميثان الناتج من مصافي دولة قطر جزيئات تحتوي على ذرة كربون واحدة مرتبطة بأربع ذرات هايدروجين ما الذي ستحتوي عليه جزيئات الغاز الناتج من مصافي المكسيك؟ نعم أحسنت يمتلك غاز الميثان نفس النوع والعدد نفسه من الذرات في كل مكان أي ذرة كربون واحدة مرتبطة كيميائيا بأربع ذرات هايدروجين ملخص الوحدة الذرة هي الوحدة الأصغر المكونة للعنصر ولا يمكن قصها إلى نصفين تغيرت الأفكار التي تدور حول تركيب الذرات بمرور الزمن الذرة تتكون من نواة تحتوي على بروتونات مشحونة بشحنة كهربائية موجبة ونيوترونات متعادلية الشحنة كهربائية إضافة إلى الإلكترونات المشحونة بشحنة كهربائية سالبة تدور حول النواة ذرات العناصر المختلفة تمتلك عدادا مختلفة من البروتونات معظم كتلة الذرة توجد في نواتها لكل عنصر رمز كيميائي خاص به الجزيء هو الوحدة الأصغر لبعض المركبات تختلف جزيئات العناصر التي تكون متشابهة الذرات عن جزيئات المركبات التي تكون مختلفة في أنواع الذرات جزيئات المركبات جميعها التي تأتي من أي مصدر لها التركيب نفسه والصيغة الكيميائية نفسها مع تمنياتي لكم عزائي الطلاب بالتوفيق والنجاح